اهلا بكم في بلا قيوب ضيف هذه الحلقة احد منظري طيار الليبرالي المعاصرين في مصر تركز كتاباته على نشر قيم الحداثة والتسامح في منطقة الشرق الاوسط يركز على ضرورة بدل الجهود على الاصلاح الاتصادي والسياسي والتعليمي اسأل الدكتور طارق حجي الكاتب والمفكر المصري عما اذا كان تأييده للنظام الحالي في مصر يتناقض مع ما يدعو اليه دوما في كتاباته ومحاضراته من نشر قيم الديمقراطية وحقوق الانسان هل ان عداءه المستحكم لطيار الاسلام السياسي يستند على اسس موضوعية ما تفسيره لما يبدو من تناقض في مواقفه ازاء ثورة الخامس والعشرين من يناير طارة يدعو الى مراجعة شاملة لها واخرى يعدها تمردا شعبيا لبعض القوى المدنية التي شاركت فيها لاسيما اليسارية منها دكتور اهلا وسهلا اهلا بي ابدأ من تصريحات لك على شاشة بي بي سي قبل عدة اعوام انت قلت ان مجلسا عسكريا لا ينبغي له ان يحكم مصر على غرار ما رأيناه في امريكا اللاتينية لعقود صح قلت هذا الكلام قبل عدة اعوام في برنامج هارتوك الانجليزي على ما اتذكر ما الذي تغير اليوم في هذه التصريحات ولا لم تتغير انا لا ارى ان الجيش يحكم مصر ارى ان رجلا من الجيش يحكم مصر ولكن اسمعي لي ان اقول انني اكتب الان كتابا عن ازمة المصطلح فانا ارى ان بعض المصطلحات قد نبتت في بيئة غربية فاذا اخذناها ووضعناها بالحرف على بيئة اخرى فقد نصل الى نتائج خاطئة بمعنى نحن عندما نقول في بريطانيا الديمقراطية ليست اولى اولوياتنا فسيبدو ذلك في غاية الغرابة ولكنني عندي الجرأة ان اقف في البرلمان الانجليزي يوم 19 يناير في العام الحالي ويوم 1 يوليو في العام الحالي مرة في مجلس الوردات ومرة في مجلس العموم اقول الديمقراطية ليست اولى اولوياتنا اولى اولوياتنا الامن وجود دولة بدء الحراك الاقتصادي ثم نعمل معا على بناء الديمقراطية ايضا قلت واكرر ان العالم قد عرف نوعين من التقدم او ضربين من دروب التقدم او مسارين من مسارات التقدم مسار بطيء اربع كرون في اوروبا ومسار بطيء في جنوب شرق اسيا نحن لن نكرر المسار الاوروبي بالقطع لانها تجربة خاصة حرب المسيحية مع المجتمع المدني كل هذه الكاركترستيكس خاصة اذا ليس امامنا الا تجارب جنوب شرق اسيا وانا تسألت وانا اظهر في عيون اعضاء البرلمان هنا هل بدأت تجارب شرق اسيا بديمقراطية ام بدولة قوية وبامن وبتنمية دلوني على تجربة واحدة بدأت فيها الديمقراطية كاملة عندما ننظر الى مصر فيجب ان نرى ان مصر هي الدولة الوحيدة التي نجت هي وتونس من الربيع العربي الذي ادى الى سوريا وليبيا واليمن تونس لان حضرتك ذكرت ان تونس ومصر لم يجري فيهما تدخل الجيش وكنت تتحدث انا ذاك قبل بدء حقبة المجلس العسكري او يعني في بدايات هذا الحكم في قبل بدء العام الذي بدأ فيه المجلس العسكري المرحلة التي حكم فيها مصر وقلت انه روح ميدان التحرير في الثمانية عشر يوما ستنتصر في مواجهة المجلس العسكري وإلا ستسقط مصر في المجارير ما الذي حدث بعد ذلك؟ الذي حدث بعد ذلك أننا رأينا أننا بصدد تكرار تجربة حماس في غزة يأتي أناس بعربة الديمقراطية لينزعوا كل تروس الديمقراطية من العربة فتبقى لهم الى ابد الابدين التجربة الوحيدة التي آت بها الاسلاميون الى الحكم في العالم العربي كانت حماس ثم تونس أنا دائما وأنا زرت تونس مرارا وتكلمت في الجامعة هناك وأعرف أن أرجو الناس يصدقوا أن الطبقة الوسطى التونسية أكثر علمنا من كل الطبقات الوسطى في العالم العربي والفضل يرجع تماما إلى رجل واحد اسمه الحبيب برقيبة لم يكن ديمقراطيا ولكنه بنى حقوق المرأة بنى التعليم قال سأنفق على التعليم ولا أنفق على قوات المسلحة هذا الرجل هو الذي أنتج تلك الطبقة التي أسقطت حزب النطبة لا توجد في البلاد العربية مجتمعات علمانية تونس فقط فيها طبقة علمانية المؤرخون يعرفون ماذا أقول عندما أقول دلوني على ديمقراطية بدون علمانية الديمقراطية تبنى على العلمانية بمعنى فصل الدين عن الدولة وليس عن المجتمع لأن في الولايات المتحدة الأمريكية الدين غير منفصل عن المجتمع مفصول عن الدولة نحن نتعلم من التاريخ عندما تسأليني ما الذي حدث في يناير 2011 أقول لك الآن شيئا يختلف عما قلت في وقتها ولكنه ليس متعارضا أقول البعض يرى أنها كانت ثورة والبعض يرى أنها مؤامرة والبعض يرى أنه قطار قفز عليه الإخوان الحقيقة أنها ثلاث أشياء هي من نسبة لأعداء كبيرة من الناس الثورة هل تحمل المجلس العسكري مسؤولية الإتيان بحكم الإخواني دكتور؟ أعتقد أن لأنه كانت مرحلة قرئة تصريحاتك أنك تحمل المجلس العسكري مسؤولية الإتيان بحكم الإخوان إلى حد بعيد بمعنى وليس بشكل أبيض وأسود أنا حتى الآن أتساءل ولا يجيبني أحد عندما اخترتم إسلاميا موغل الآن في الأسلمة مثل طارق البشري ليكتب لكم مسودة الخريطة ما الذي جعلكم تفعلوا هذا إذ لم تكونوا بالفعل؟ سوف تنسحبون وتتركون الإخوان ليحكموا ولكن أيضا من حقهم أن يدفعوا ويقولوا أننا كان يجب علينا أن نفعل ذلك أنا أستمع إلى هذا أيضا اللي هو ماذا كنتم تريدون مننا أن نفعل؟ أنتم الذين أتيتم بالإخوان وليس نحن هذه أيضا ليست وجهة نظر يعني كلها خطأ عندما يقال عندما العسكر يقولون لسنا أحن نحن الذين أتينا بالإخوان وإنما المصريون أنا أرى كثير من الحكمة ولكن المصريون تعلموا مما فعلوه يعني عندما يقول إنسان لأن مرسي جاء بالانتخابات فليبقى إلى نهاية الفترة إذن أنت موافق على هتلر لأن هتلر جاء بالانتخابات الحرة أكثر من مرسي الشعب المصري عرف أن الإخوان ينزعون من الحياة المصرية كل ما يمنع خروجهم من السلطة أنا أعتقد أن مصر تعلم أنا أؤمن أن مجيء الإخوان للحكم كان مفيدا جدا يعني أنا أعتقد أن الشعب المصري كان عليه أن يتعلم معنى خلط الدين بالحكم تعلم ذلك بعينيه أنه رأى أنه لا يمكن وجود الديمقراطية لكن أنت أيضا ضد حكم الأتوقات أنت ترى أن رجال الجيش غير مدربين على العمل السياسي وغير مدربين على كتاب الدستير وغير مدربين على إجراء انتخابات هل لازلت عند تصريحاتك هذا؟ أنا مؤمن تماما أن المكان الحقيقي للعسكري هو دفاع على الوطن ولكن عندما أخير بين حرب أهلية وبين التعبير اللي قلت في البرلمان الإنجليزي imposed order imposed كلمة مهمة هنا لأنه موحد يقول لي هذا النظام الموجود حر؟ لا مش حر مش زي النظام الموجود في إنجلترا لا هو مفروض ومش مفروض يكون مفروض مفروض نصل إلى مرحلة اللي يكون فيها imposed order بريطانيا مفهاش imposed order فيها order لكن نحن أمامنا إما imposed order أو case فوضى يعني إما النظام مفروض أو نظام فوضوي أو فوضى نظام فوضوي يعني يتعرضان بالضرورة فوضى من غير نظام حقيقة ما فيش نظام فوضوي بمعنى أننا للأسف إذا تركنا بعيدا عن imposed order سنصبح غالبا مثل ليبيا وسوريا إذا نحتاج إلى من يضعنا في أنا أعرف أن هذا الكلام لا يبدو ديمقراطيا ولكن من أقل من أسبوع كنت مع السيدة جهان السادات في البرلمان الإنجليزي وكل الناس كانوا استمعوا إلى كلمتها الرائعة على أن مصر لم يكن أمامها يوم 3 يوليا إلا إما ما حدث أو الخيار السوري أو الواقع السوري أحد أعضاء مجلس العنوم قام وقال ولكن في النهاية عليكم أن تسرعوا هذه المرحلة إذا كأنه يعترف أن هذا الأمر الواقع حتمي ولكنه قال ولكن بسرعة فأنا قلت له ونفرض أن بسرعة هذه أدت إلى الوضع السوري أنت جالس هنا جنب نهر التيمز تقول لي وتشام هذا ما سيحدث وقتها أدت إلى الوضع السوري لا أنا أؤمن أن الجيش المصري كان هو الخيار الوحيد لمسندة الثورة 306 ولكنه إن بقى في السلطة سنصل إلى وضع أسوأ بمعنى أن أنت تعتبر أن المرحلة الحالية مرحلة ينبغي أن تكون مؤقتة إذن أنت راضي عنها أو غير راضي عنها لا أرى غيرها إذا وجد البديل هل تريد لها أن تنحسر لا هي عليها أن توجد البديل أيضا هي توجد البديل 100% بمعنى الآن في مصر يحدث فيضان في الإسكندرية الدولة تعجز الجيش يدخل وتطبقي هذا على كل شيء هذا وضع غير طبيعي بالتالي حينما قلت أن النظم العسكرية غير قادرة وغير مدربة على كتاب الدستير وغير مدربة على إجراء انتخابات ما رأيك في الانتخابات الأخيرة البرلمانية وكتابة الدستور الأخير بالتبع لا أنا عندي اعتراضات على الدستور بلا حدود المادة الثانية مثلا لأنك انتقتها بشكل صريح المادة الثانية التي تغلب بس مش وحدها فقط أولا معك حق ولكن هناك مادة جعلت الأزهر كأنه الفاتيكان في العصور الوسطى هو الأمين على الإسلام نحن نتقدم أم نتأخر هذا تأخر ليس تقدم أيضا الروح العامة في الدستور 12 هو الدفة تجاه دولة دينية الروح العامة في دستور 2014 دولة مدنية ولكن ليست دولة مدنية كاملة مصر ليست دولة مدنية كاملة يعني أنا أقول هذا الآن ويغضب البعض هذه ليست دولة مدنية كاملة أنكم يعني إيه ازدراء أتيان يعني هذا كلام عبث يعني في مجتمع قرن الحادي والعشرين يتكلم عن ازدراء الأديان هذه من حق الناس أن يكونوا مسيحيين أو مسلمين أو بلحدين أو بهائيين أو 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 تتحدث عن المواد التي لها علاقة بالدين وإزدراء الأديان أو ما يسمى بإزدراء الأديان ولا تتحدث عن المواد التي تقر المحاكمات العسكرية المدنيين اليوم هناك حديث عن أن صحفيين زملاء يتعرضون أو يخضعون للتحقيقات أمام النيابة العسكرية بسبب تحقيقات صحفية أنا كمدرر السابق وكلين الحقوق لا أستطيع على الإطلاق أن أؤمن نظريا بإحالة مدنيين للقضاء العسكري ولكن مصر الدولة فيها معالم فشل بمعنى بدل من أن أسرع القضاء العادي أحيل القضايا للقضاء العسكري هذا ليس هو الحل الحل هو أن أرى أسباب ضد القضاء العادي هم يفعلوا هذا لأن القضاء العادي يبقى كما تعرفي سنوات أنا كرجل يؤمن بالدولة المدنية أؤمن أن المدنيين لا يحاكموا أمام المحاكم العسكرية وأنك لا تعالج الأمور معالجة سليمة بأن تأخذهم وتقول لأن القضاء المصري بطيء لا سرع القضاء المصري حل المشاكل حلولا علميا أنا أوافق على الوضع الراهن لأنه أفضل من الوضع السوري ولكن لا يمكن أن يفهم منه أنني يروق لي كل شيء طبعا لا يروق لي كل شيء ليس معقول أن الطريقة الوحيدة لإصلاح محد القلب أن نأتي بالقوات المسلحة لإصلاحه لا نرى أسباب فشل الأصلية ونعالج الأسباب الأصلية عودة إلى الإخوان المسلمين حضرتك لديك وجهة نظر واضحة جدا في الإسلام السياسي ليس لديك مشكلة مع الدعوة والدعاء لكن توقف الدعوة والداعي والداعية عند حدود دعواته وترفض له تماما أن يتدخل في العمل السياسي محاضرة أكراج القانون وكنت تعمل بقطاع النفط لسنوات كثيرة ومع ذلك أنت الآن منظر سياسي تعمل بالمجال السياسي لماذا هو التنظير السياسي حلال لمن يعملون خارج العمل السياسي منذ البداية أو الدبلوماسي منذ البداية ولا يمكن للمجال الدعوي أن يتدخل في السياسي أول موضوع نعود إلى ليس بشكل شخصي بس للضرب المثل أولا أنا ليس عندي أي اعتباض على السؤال بل أرى أنه يساعدني لكي أبدي وجهة نظري أنا أؤمن أن بصرف النظر عن اسم الدين إسلام أم مسيحية أم يهودية أن يبقى الدين دينا وأن لا يتحول إلى وسيلة تحل محل أمرين آخرين هما العلم والإدارة المجتمعات تدار بالعلم وبالإدارة وليس بالدين الدين شأن شخصي إذا بدأنا من هنا أنتقل إلى النقطة الثانية وأقول أن من يزعم أنه عنده أجندة سياسية قائمة على الدين هو مخادع فالتاريخ الإنساني يقول أنه لا توجد عند أي أديان رشدة لإصلاح أحوال المجتمعات وإنما عند أهل العلم وأهل الإدارة أنتم من زمن ما قبل الحداثة أنتم وكل أفكاركم من زمن ما قبل الحداثة أرجوكم ابقوا في دائرة أن الدين شأن شخصي يتعلق بصلة الإنسان بالروحانيات وبالسلام الداخلي ولكنه لا يصلح أبدا بديلا عن الدستير والقوانين وكل ما لديكم من رشدات هي من القرون الوسطى هذا الكلام أقوله لو كنا نتكلم عن المسيحية وأقوله لو كنا نتكلم أنا مناصر إلى أبعد الحدود إلى قضايا الأطباط في مصر ولكن إذا سألتيني هل تؤمن بالزواج المدني للأخباط طبعا هل ما أقوله الآن سيقضي بالكنيسة إلى أبعد الحدود لأنني لا أستطيع أن أكون أحيانا مع الثيقراطية وأحيانا ضدها أنا ضد الثيقراطية في كل أشكالها يعني إيه الثيقراطية؟ هي إدخال الدين في حكم المجتمع لكن حضرتك تعترف للإخوان المسلمين بحسن التنظيم وتقول أنه حينما يكون هناك فراغا في السلطة يملأه الإخوان طبعا تعرفي فيه فيلسوف أمريكاني من أصل ألماني يقول لقد سقطت نظرية السبب الواحد أنا أؤمن أن الإخوان أنا قلت للمسلمين كبار في مصر عليكم بدراسة مسيرة الإخوان فيها من الكفاءة ما يمكن أن تتعلموه لكن هل هذا معناه أن يموافق على الهدف؟ في النهاية أن دولة يلعب فيها الدين دور الدستور بشكل ما لا أوافق على الإطلاق لكنك اتهمت بعضا من الأسماء فيما يسمى بالطيار المدني بالعمل وبالخيانة في بعض المناسبات أولا من أين لكم بهذه المعلومات؟ أولا أنا أؤمن إيمانا كاملا أن هناك مشروع أمريكي للمنطقة إيمان وجهة نظر أو إيمان معلومة أو من أين استقيتم هذه المعلومات؟ لا بالتركيب الفسيفساء أن تقف الإدارة الأمريكية التي أعرفها كما أعرف كف يدي ومنظمات التي تسمى بالثينك تانكس في واشنطن التي لم أترك واحدة منها إلا وزرطة وحضرت لكي تقف كلها وراء الإخوان بالشكل الذي رأيته خلال الخمس سنوات الماضية فأنا أعرف قراءتي للأحداث أنه بعد 11 ستمبر الأجهزة الأمنية في المخابرات الأمريكية وصلت إلى أن هذا الحيوان الشرير الذي ارتكب تلك الفعلة إما أن أدخل معه في حرب وجود وإما أن أعيده إلى مصادره وأنا أعرف من متابعة الفكر أنهم اختاروا الخيار الثاني أعيده إلى منابعه ويروح يتعلم الديمقراطية في بلده ويرتكب حماقاته في بلده هذه قراءتي أنا أن الإسلام السياسي بالطبيعة ضد الحداثة فإن تأتي إدارة أوباما وتساند الإخوان المسلمين وتؤمن أنهم قوة عصرية أنا لا أصدق أن الأمريكي المثقف لا يعرف أن الطريق الذي بدايته إخوان آخره داعش إذا كان لا يعرف ذلك فعنده مشكلة في المعرفة الكتب الأساسية التي قامت عليها السلفية التي أقامت الدولة السعودية هي الكتب التي قامت عليها الدعوة في داعش هي ببساطة نحن الآن في حارة ضيقة من حارات المذهب الحنبلي اللي هو ابن تيمية في هذه الحارة يستوي السلفي والإخواني وداعش وبوكو حرام والشباب في الصومال والمحاكم الهدف في النهاية واحد فقط أنا لا أتحدث عن بما يسمى بطايرات ولا الإسلام السياسي ولا تاييرات الإسلامية الراديكالية ؟ ولا حتى الطايرات الجهادية العالمية أنا أتحدث عن الطايرات المدنية المصرية المحسوبة إما على الطايرات الحقوقية أو طايرات المدنية العلمانية بعضهم أنت انتقدته ووصفته بالعملاء والخونة لأنني أرى أنه آمن بالبشروع الأمريكي السيد محمد البلدعي عندما يقول أنه استقال عندما تم فضع عدثم رابعا لأنه لا يطيق منظر الدم على الأرض فإما أن أصدقه دون أن أعمل فكري أو أعمل فكري فإذا قمت بأعمال الفكر تذكرت الآتي يا دكتور بردعي لقد كنت رئيسا لأحدى منظمات الأمم المتحدة المعنية بالسلاح النووي في فينة وسألتك الولايات المتحدة الأمريكية في 2003 هل لدى العراق أسلحة نووية فقلت لا فراحوا فضوا الاشتباك أو الاعتصام كسروا العراق حضرتك لم يمشي بل بقيت ثلاث فترات ثلاثة فاربعة باثناشر وانت ماشي قالوا لك لقد أديت المهمة على أفضل وجه مبروك جايزة نوبل ومش لك وحدك نصفها لك ونصفها للمنظمة نحن هنا الذي لا يرى هو فر نحن نقول له أنه قد أدى الوظيفة كما ينبقى موقف متشابه في ما فعله وما فعلته أنت دكتور أو ما صرحت به أنت مثلا هناك رأي أبدي لكل إنسان لا 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 بس أنا أقصد مرحليا يعني هو قال هذه التصليحات نعم كنت أرى ميزة ثورة يناير اسقط نظام مبارك نعم ولكن لا يمكن كنت أن أرى أن من مزاياها الإتيام بالإخوان لكي يبقوا كما قالوا في مجالسهم الخاصة خمسقرون لكن الدكتور البردعي عندما يقول أن السبب أنه مشي هو الدم من الحقي أقوله لا أصدقك أنت ممشتش لما مات 150 ألف عرات لو كان الدم هو الذي يتسبب فيه أنك تنتصرف كنت لازم تنتصرف من علاق أنت بقيت يعني أنت لن تصدقه هو لكن موقفك أنت كان ماذا أنا ذاك مثلا من نفس المشهد أي مشهد مشهد اعتصام ربع بيعتبر أنه مبدأك أنت كان في ميدان التحرير من موقف أنت وصفته وأنا ذاك من المجلس العسكري كان موقف مبدأي مثلا ربع اعتصام مسلح يا سيدتي ربع اعتصام مسلح لا يمكن أن يكون موقفي من ربع